على حاجة لان انا قاريت لك تصريح على اكتر من موقع من شهر ان انت بتقول الزمالك اقرب للكاس بعد خروج الاجدر لا هي ما جاتش بالطريقة دي لا لا ما جاتش بالطريقة دي بس هو شبابنا اللي بيروح يغطي النادي الاهلي هم هم قابلوني الصبح فبيدعبوني ويمشوا وراي كده ونتكلم وني وقعد معهم شوية ونتكلم قبل ومخش مكتبي فبيقولولي مين الاجدر بالفوز والكاس فانا اتحكت قلت لهم الاجدر خرج وجيت نظر يعني ان انا بقول لهم يعني كنت اتمنى ان يكون النادي الاهلي اي فقلت لهم ولكن زمالك هو الاقرب فالتحليل اللي انا بقول لهم فهم خدوا العجبات ويبدوا وكتبوها بالطريقة تباني ان انا بقولها بالطريقة بس هي ما جاتش كده يعني جات في شكل يعني مزاح ان بيقولي الاجدر قلت لهم الاجدر خلاص يا عام فكتبها يعني شبابنا الاعلاميين على اي حال زمالك والفوجة نظري لما تحيب تعرف بنتها على اساس ايه لما تيجي تشوف مشوار زمالك ثلاث مباريات الماضية تقريبا جاء من الخلف يعني يبقى متأخر يتعادل ويفوز فوجونا كان متأخر اتنين اه وحتى حرس الحدود تعادلة وسيطر الحرس وفي اللحظات التي توقع فيها الجميع ان يحسم الحرس الامر فاز الزمالك يعني في الدقائق الاولى المباراة في الدقائق الاخيرة المباراة فاز الزمالك طيب ده معناها ايه معناها حاجتين مهمين جدا ان الزمالك في حالة اصرار ورغبة شديدة جدا للفوز ببطولة وكمان الظروف سمحت بهذا خرج الاهلي خرج الاسماعيلي اه خرج بيتروجيت خرج الشرطة عندها تستطيع انها اه تقاوم او تنافس فاصبح الطريق امام الزمالك وقد اكتزى العقبات السابقة لكن اعتقد ان بخلاف ماتش الجونة ملاقاش صعوبة حقيقية يعني هو غير لا قصدي الجونة وحرس الحدود لا ازاي حرس الحدود برضو كان فيه اشكالية فنية في الشوت التاني عند الزمالك انما الزمالك لداي الرغبة لداي الجمهور المتعطش اللي بنشوفه بكسافة هائلة في المدرجات لداي مدرب جديد يريد ان يبدأ الموسم بشكل مستريح لو فاز الزمالك ببطولة حيبتدي موسم وهو يشعر ب يعني منتهى الطمأنينة لانه بدأ ببطولة محاولش هيقوله فين البطولار يأتي من الخلف ده دليل ان عنده نجوم عندهم الخبرة تب ما تخليني يعني انما بقى مشوار امبي تعالى ما احنا بنتكلم امبي فاز على الاهلي ومنذ من فاز على الاهلي ويفوز بصعوبة ويفرط يتقدم ولا يستطيع يحافظ على تقدمه وينهي المباريات بوقت اضافي وضربات ترجيح اخيرة كمان يعني يفوز بالضربة الاخيرة بالضربة اذا هذا معناه ايه انه جاي اولا من مرس طويل جدا اكتر من المباراة ثانيا ما بيقدرش فناني وحافظ على تقدمه ثالثا مش كل مرة ضربات الجزاء هتنصفك مع فريق بحجم الزمالك وحشوف جمهور قوي جدا في المدرجات وتطلعات وطموح المبرامج سهلة ولكن ما نقدرش نقول غير للكأس له منطق وانت بتعدد وانت بتعدد هذه الظروف الا يستوقفك المناخ العام بمعنى انه المناخ العام راغب في تتويج الزمالك بالكأس طبعا الى درجة انه محدش بيتكلم لا اهلي خرج من الكأس بخطأ بالحكم مهما كان اداء الاهل غير ما انت مش بتعخبني على اداء بالضبط لكن كلك حق لم يحتسب طبعا حق الخضر بالوقت اللي الزمالك استفاد من خطأ تقديري في مباراتين متتالياتيا مع ودي دجلة ومع الجونة ومحدش تكلم عنهم على الاطلاق ولا حيتكلم عنه واخدلك الادهش من كده حتى في المباراة الاخيرة وهي لقطة الحياة سجلها الزميل الدكتور ياسر ايوب في برنامج مباراة الاهل اليوم اللي بنحييه وبنهنيه عليه لما قال انه لجنة الحكام عينت محمود عشور حكما لمباراة الزمالك الاخيرة وهو لاعب سابق في نادي الزمالك بل الادهش او الاكثر اثارة للدهشة انه المساعد للمرة التانية يلعب ماتش للزمالك ملحوظة قالت بينما الاعلام لم يستوقفه هذا ولم يوجه اي لوم لاجنة الحكام ولا عن خطأ في الاختيار بهذا الشكل ولا عن الاخطاء التقديرية القانونية اللي حصلت كما لو كان انه المناق العام راغب في السير في هذا الاتجاه انا طبعا متفق معك لانه كلها ملاحظات لكن مش من مناسب دلوقتي ان احنا نقعد نقول هذا الكلام كل ما نتمنى ان يحصل كل فريق على حقه تحكميا في المباراة القادمة حتى يتوجل الاقدر بقى يعني الاقرب هو زمالك ولكن من واقع المباراة حنشوف مين اللي هو حيتوج عن حق وياخد حقه اذا زمالك فاز خلاص يبحقق كل المأمول منه في المرحلة اللي فاتت دي وحيبتدي موسم بهدوء شديد وباطمئنان اذا كان هناك منطق اخر للكأس وهو على فكرة هي النسب 55-45 ماهيش نسب يعني بعيدة عن معضاء لان طبعا اذا اكتملت عناصره منظم جدا فريق عنده فلسفة في الاداء وبيقدر للمرة الرابعة اللي بيشارك فيها في نهاية الكاس لا بيقدر بيقدر فريق عارف بيعمل ايه وعنده المقاومات يعني فهي مبرامش هتكون سهلة احنا ما نقول الاقرب بنحللها بالطريق اللي انا قلتها لك دي لكن في كل الاحوال ما حدش يقدر يقول الكاس لمن لكن نتمنى اللي ياخد الكاس ياخده فعلا بعرقه وياخده في ظل وإطار تحكيم يكون عادل مقنع للجميع انت كنت دخلت على مسابقة الكاس والاجد